السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مقرر التقنية رقمية 2-1 معكم الأستاذة أضواء المضحي سنتعرف بإذن الله في هذا اليوم على مشروع الوحدة الثانية أهداف الوحدة مفاهيم الذكاء الاصطناعي دور الذكاء الاصطناعي والبيانات في التحول الرقمي للمجتمعات المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي أهمية تعلم الآلة في الذكاء الاصطناعي تحديد أنواع تعلم الآلة طريقة عمل تعلم الآلة تحديد التطبيقات المختلفة لتعلم الآلة كيفية إنشاء نموذج تعلم الآلة وكيفية برمجة نموذج تعلم الآلة في سكراتش سنستخدم الأدوات منصة تعلم الآلة للأطفال Machine Learning for Kids وبرنامج سكراتش سنتعرف على مشروع الوحدة مشروع تعلم الآلة للحيوانات ستقوم عزيزي الطالب بإنشاء مشروع الآلة للحيوانات في هذه المشروع ستنشئ مشروع جديد لتعلم الآلة يتعرف على صور الحيوانات اختر حيوانين يعيشان في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال السقر والثعلب الأحمر ابحث في الشبكة العنكبوتية عن صور لتلك الحيوانات ضع في اعتبارك حقوق النشر عند حفظ هذه الصور واحفظها في مجلد خاص بك انشئ مشروع تعلم آلة جديد اضف تسمية للنوع الأول من الحيوانات وتسمية أخرى للنوع الثاني من الحيوانات اضف صورا لكل تسمية درب نموذجك على التعرف على صور هذه الحيوانات لا تنسى إضافة العديد من الصور المختلفة التي اخترتها مثل اختلاف لونها وعمرها وشكلها وذلك لتدريب نموذجك بشكل أفضل انشئ برنامج سكراتش لفرد صور هذه الحيوانات الى مجموعتين مجموعة للحيوان الأول ومجموعة للحيوان الثاني في البداية قبل انشاء المشروع سنتعرف على مفادات الوحدة الثانية اولا التحول الرقمي ما المقصود بالتحول الرقمي هو عملية التحول في طريقة العمل بالاعتماد على التقنيات الذكية الجديدة وذلك لزيادة الانتاج وتحسين العمل نشاط اذكر أمثلة على التحول الرقمي في الأعمال والمجتمع من الأمثلة على التحول الرقمي في الأعمال والمجتمع أولا عالم الأعمال مثل أمازون وجوجل ثانيا التواصل الكتابي رابع ثالثا وسائل الترفيه والمعاملات المالية فقد تم الاعتماد على المعاملات المالية الالكترونية وحلة محل المعاملات الورقية أيضا التسوق في المتاجر الالكترونية الآن سننتقل إلى تعريف الذكاء الاصطناعي تعرفنا مسبقا على تعريف الذكاء الاصطناعي وهو علم مهندسة صناعة الآلات الذكية وهو يشير إلى الأنظمة التي تحاكي الذكاء البشري لأداء المهام واتخاذ القرارات مع تحسين نفسها بشكل متكرر بناء على البيانات التي تم جمعها من نماذج الذكاء الاصطناعي أولا محركات التوصية ثانيا روبوتات محادثة لدعم العملاء والمساعد الذكي نشاط قارن بين نماذج الذكاء الاصطناعي إذن محركات التوصية تقدم توصيات مؤتمة بشأن عادات التسوق والبرامج التلفزيونية بناء على عادات التسوق المسبقة ومشاهدة التلفزيون لدى المستخدمين من الأمثلة على ذلك اليوتيوب والأمازون والينكيد إن روبوتات المحادثة لدعم العملاء تستخدم الذكاء الاصطناعي لفهم مشكلات العملاء وتقديم إجابات أفضل مثل الأمتراك وموقع البريد السعودي وخدمة المحادثة التفاعلية من وزارة الصحة السعودية 937 المساعد الذكي يؤدي المهام ويدون الاجتماعات عن طريق ماذا؟ عن طريق تحليل المعلومات في الرسائل الشخصية ورسائل البريد الإلكتروني مثل أبل سيري ومايكروسوفت كورتانا وأمازون أليكسا أيضا تعرفنا في هذه الوحدة على مفاهيم الذكاء الاصطناعي وذكرنا أنه يوجد ثلاثة مفاهيم تعلم الآلة والشبكة العصبية ومعالج اللغات الطبيعية المقصود بتعلم الآلة هو فهم أنماط التعلم من البيانات المتاحة والقيام بتنبؤات أو اتخاذ قرارات بناء على البيانات الجديدة ثانيا الشبكة العصبية وهي نموذج حوسبي في الذكاء الاصطناعي أو الذكاء الاصطناعي مستوحى من الشبكات العصبية البيولوجية للدماغ معالجات معالجة اللغات الطبيعية هو فهم وتوليد اللغات البشرية سواء كانت نص أو كلام مثل التنبؤ بالنص وترجمة اللغات سؤال اختار من العمود أليف ما يناسبه من العمود ب واحد هو علم المستوحى من الشبكات العصبية البيولوجية للدماغ اثنين يهتم بتطوير خوارزميات تمكن أجهزة الحاسب من فهم أنماط التعلم من البيانات المتاحة والقيام بتنبؤات أو قرارات بناء على البيانات الجديدة ثلاثة من الأمثلة على هذا العلم ترجمة اللغة والمكالمات في الهاتف المحمول وتنبؤ بالنص العمود ب معالجة اللغات الطبيعية الشبكة العصبية تعلم الآلة ممتاز الشبكة العصبية هي علم مستوحى من الشبكات العصبية البيولوجية للدماغ معالجة اللغات الطبيعية هي من الأمثلة على هذا العلم ترجمة اللغة والمكالمات في الهاتف المحمول والتنبؤ بالنص يهتم بتطوير خوارزميات تمكن أجهزة الحاسب من فهم أنماط التعلم من البيانات المتاحة والقيام بتنبؤات أو قرارات بناء على البيانات الجديدة هو تعلم الآلة ما أهمية تعلم الآلة في الذكاء الاصطناعي يعد من أهم المجالات لقدرته على التعميم يمكنه تحليل البيانات وثم اكتشاف الأنماط من خلال ذلك يمكنه التعامل مع البيانات الجديدة وتوفير رؤى معتمدا على الأنماط الموجودة في البيانات المستخدمة لتدريب النموذج مثال يشبه الأمر قيام المعلم بشرح بعض التلاميذ للطلاب بعد ذلك يتمكن الطالب من حل المشكلات بمفرده بدون مساعدة المعلم ما الذي يمكن أن تتعلمه الآلة استخراج الأنماط والرؤى من مجموعة البيانات تحت إشراف مبرمج الآلة بعد ذلك البرمجة الدقيقة للوصول إلى النتائج يقوم المبرمج ببرمجة دقيقة للنموذج للوصول إلى النتائج بعد ذلك يكتسب النموذج قدرة جديدة وتصبح البيانات هي ما يوجه النموذج إلى النتائج والرؤى والأحداث أنواع تعلم الآلة أولا التعلم الموجه يغذي المستخدم الخوارزمية ببيانات تاريخية أو ببيانات تدريبية وتحاول التنبؤ بالقيام الجديدة التي لم يتم إدخالها في الخوارزمية وتسمى بيانات الاختبار هناك نوعان للتعلم الموجه تحليل الانحدار والتصنيف نقصد بتحليل الانحدار مثل التوقع رقم سعر السهم المستقبلي بينما نقصد بالتصنيف تعيين بيانات إلى فئة محددة مثل تصنيف صورة معينة على أنها قارب أو سفينة أيضا من أنواع تعلم الآلة التعلم غير الموجه في التعلم الغير موجه توجد كميات كبيرة من البيانات الغير مسمى يمكن الحصول على أنماط في البيانات من خلال المراقبة والتجميع يستخدمها شركات البيع بالتجزئة لتصنيف عملائها على حسب المشتريات يستخدمها أو يفضلونها وذلك لتحسين حملات التسويق والمبيعات أيضا النوع الثالث التعلم التعزيزي لا يتم إعطاء الخوارزمية هنا بيانات إدخال يتفاعل الوسيط مع البيئة لتحديد بيانات الإدخال يقوم بإجراء سلسلة من الحلقات المستمرة للحصول على المكافآت الصغيرة أو العقوبات من الأمثل على ذلك لعبة الشطرنج سؤال اذكر الاختلاف بين أنواع تعلم الآلة الثلاثة إذن الفرق في التعليم الموجهة يتم تغذية الآلة أو الخوارزمية ببيانات تاريخية وتحاول التنبؤ بالقيم الجديدة بينما في التعليم غير الموجهة يوجد كميات كبيرة من البيانات الغير مسمى ولا يمكن إجراء تنبؤ لكن يتم الحصول على البيانات من خلال المراقبة والتجميع في التعلم التعزيزي أيضا لا يتم إعطاء الخوارزمية بيانات إدخال لكن يتفاعل الوسيط مع البيئة المحيطة من خلال إجراء سلسلة حلقات مستمرة للحصول على المكافآت الصغيرة أو العقوبات أخلاقيات البيانات في الذكاء الاصطناعي هي دراسة مخصصة للوائح الأخلاقية المتعلقة باستخدام البيانات من قبل الشركات والحكومات سؤال لماذا برأيك وجود لوائح قانونية وأخلاقية معيارية متعلقة باستخدام البيانات؟ أذكري أمثلة أو أذكر عزيزي الطالب أمثلة على أخلاقيات البيانات غير جيدة في الذكاء الاصطناعي من الأمثلة على الأخلاقيات البيانات غير جيدة في الذكاء الاصطناعي أولا التحيز والتمييز ثانيا مسؤولية القرار والنتائج غير المبررة وانتهاك الخصوصية والعزلة الاجتماعية والنتائج الغير موثوقة اختار من العمود ألف ما يناسبه من العمود با العمود ألف واحد إذا لم يصمم نموذج الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح يؤدي ذلك إلى اثنين مع استخدام الأتمة بشكل مفرط لا يعد هناك تفاعل بين الأفراد مما يؤدي إلى ثلاثة تحتاج تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى البيانات التي يقدمها الأشخاص عن حياتهم الخاصة دون موافقتهم أربعة يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي التعرف على أنماط المجتمعية التي تسبب عدم المساواة والتهميش والعنصرية العمود با التحيز والتمييز اثنين انتهاك الخصوصية العزلة الاجتماعية النتائج غير الموثوقة ممتاز إذا لم يصمم أن نموذج الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح يؤدي ذلك إلى نتائج غير موثوقة اثنين مع استخدام الأتمة بشكل مفرط لا يعد هناك تفاعل بين الأفراد مما يؤدي إلى العزلة الاجتماعية ثلاثة تحتاج تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى البيانات التي يقدمها الأشخاص عن حياتهم الخاصة دون موافقتهم وذلك يعد انتهاكاً للخصوصية يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي التعرف على الأنماط المجتمعية التي تسبب عدم المساواة والتهميش والعنصرية وذلك يعد من التحييز والتمييز من الأثار المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي في الشركات والمجتمع أولاً في الوظائف اليومية ستقدم الشركات والمجتمعات على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في وظائفها اليومية أيضاً حوكمة للبيانات المقصود بذلك وجود قواعد موحدة لاستخدام البيانات ستكون جميع الأنظمة تقريباً قادرة على التعرف والعمل مع بعضها البعض بشكل مستقل ضمن إطار عمل مشترك ودون إشراف من قبل أي فرد الوظائف في الذكاء الاصطناعي هناك العديد من الوظائف التي أحدثها الذكاء الاصطناعي منها وإلى ما البيانات ومهندسي البيانات ومهندسي التعلم الآلي ومهندسي عمليات البيانات ومهندسي عمليات التعلم الآلي سؤال أجب عما يلي عالم البيانات يحول متطلبات العمل إلى 2. هو الذي يستخرج البيانات ويعد بيانات نموذج تعلم الآلة 3. وظيفة مهندس التعلم الآلي هي 4. المسؤول عن الدعم الفني وصيانة نماذج تعلم الآلة 5. ممتاز إذن عالم البيانات يحول متطلبات العمل إلى حلول التعلم الآلي 5. الذي يستخرج البيانات ويعد بيانات نموذج تعلم الآلة هو مهندس البيانات 6. وظيفة مهندس التعلم الآلي هو الذي يقوم بتصميم نموذج الآلة ويشرف عليه ويدربه 7. المسؤول عن الدعم الفني وصيانة نماذج تعلم الآلة 8. هو مهندس عمليات التعلم الآلي 8. سؤال هل تعد برامج الملاحة الخرائط من تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ 9. من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحياة أولا في التصنيع يقوم بتحسين كفاءة الانتاج 10. الطب التشخيص الطبي وتطوير الأدوية 10. أيضا في الخدمات المصرفية يقدم توصيات للإدخار والاستثمار 11. في النقل استخدام قطارات وسيارة ذاتية القيادة للتقليل من الازدحام المروري 12. المدن تقليل تكاليف الطاقة والمواصلات في التجزيع يتوقع احتياجات العملاء 11. من التطورات المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي 12. مفهوم الذكاء الاصطناعي متواجد من الخمسينيات من القرن الماضي 13. عندما تم بناء الآلات الذكية الأولى 14. أولا في مجال المعدات والمكونات التقنية 15. بدلا من استخدام وحدات المعالجة المركزية CPU لمعالجة بيانات نماذج الاصطناعي 15. يوجد جيل من المعالجات تسمى وحدة المعالجة العصبية وهي أسرع من وحدة المعالجة المركزية بـ 25 مرة 16. أيضا في مجال الأنظمة المستقلة تستخدم المركبات ذاتية القيادة ومساعدات الإنتاج التعاون والروبوتات المحلية 16. التي تطلب الكشف السريع عن الأشياء تستخدم هذه وحدة المعالجة العصبية لمساعدتها على التنبؤ 16. أيضا في مجال الصحة والبيولوجيا تستخدم الشبكات العصبية العميقة في اكتشاف الأدوية والتنبؤ بوجود الفيروسات 17. أيضا تستخدم في اكتشاف كيفية عمل أجزاء معينة في الدماغ وكيف تتفاعل الجينات مع بعضها الباب وكيف تنثني البروتينات وأكثر 18. سؤال 18. ضاع علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية 18. الوحدات المعالجة العصبية لمعالجة بيانات نماذج الذكاء الاصطناعي هي أسرع بـ 25 مرة من وحدة المعالجة المركزية في تطبيق الذكاء الاصطناعي 19. ممتاز الإجابة صحيحة 20. تستخدم وحدة المعالجة المركزية في مجال الصحة والبيولوجيا لتنبؤ بانتشار الفيروس 21. خطأ تستخدم محدات المعالجة العصبية 22. ثلاثة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال النقل استخدام قطارات ذاتية القيادة 23. ممتاز الإجابة صحيحة 24. إذن راجعنا في درسنا اليوم التحول الرقمي وهو عملية تحول في طريقة العمل 25. بالاعتماد على التقنيات الرقمية الجديدة لزيادة الإنتاج 26. أيضا أمثلة على التحول الرقمي في الأعمال والمجتمع مثل عالم الأعمال والتواصل الكتابي 27. وسائل الترفيه والتسوق والمعاملات المالية 28. أيضا تعريف الذكاء الاصطناعي وهو يشير إلى الأنظمة التي تحاكي الذكاء البشري لاتخاذ القرارات 29. أيضا نماذج الذكاء الاصطناعي مثل محركات التوصية وربوتات المحادثة لدعم العملاء والمساعد الذكي 30. أيضا تعرفنا على مفاهيم الذكاء الاصطناعي مثل تعلم الآلة والشبكة العصبية ومعالجات اللغات الطبيعية 31. أيضا على أهمية تعلم الآلة في الذكاء الاصطناعي 31. أيضا تعرفنا على أنواع تعلم الآلة التعلم الغير موجه والتعلم الموجه والتعلم التعزيزي 31. أيضا رجعنا في هذه المشروع الوحدة أخلاقيات البيانات في الذكاء الاصطناعي 31. وأمثلة على أخلاقيات البيانات صغير جيدة في الذكاء الاصطناعي 32. أيضا الآثار المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي في الشركات والمجتمع والوظائف في الذكاء الاصطناعي أيضا تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحياة مثل التصنيع والتجزئة والمدن والطب والنقل والخدمات المصرفية أيضا راجعنا التطورات المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي في مجال المعدات والمكونات التقنية وفي مجال أنظمة المستقلة وفي مجال الصحة والبيولوجيا سيتم استكمال المراجعة في الدرس القادم حتى تكون عزيزي الطالب قادرا على إتمام مشروع الوحدة شكرا لكم على حسن المتابعة